عمرك شفت واحد حمار عامل نفسه رئيس دولة مش عارف يقول كلمة سلايد بالانجليزي؟ اه شفت؟ عمرك شفت واحد ابن بهيمة بدل ما يقول كلمة سلايد بيقول سلايد؟ يعني يا ابني البهيمة يا حمار مش عارف تجيب بالمليارات اللي انت سرقها من البلد واحد يعلمك يعني انجليزي؟ طب انا واحدة جوه البلد وزي وغيري كتير ألاف وملايين قاعدين جوه البلد بنعرف نقولي الكلمة صحة من انت نعرف ان انتها صح زي كلمة I want to take hand you يا حمار يا حمار يا بهيم لا ده مش الانجليزي بس اللي انت مش عارفه ده كمان مش عارف يفرق بين كلمة أحاج وأحاجي انا مش عارفة انت طلعت من اني بكبرت بجد يعني يا سيزفت طلعت من اني بكبرت انا مش عارف ارد على كل الهرتلة اللي انت عملتها مبارح انا حاولت اقاوم نفسي على ان انا اكمل خمس دقايق بس من الهاري والخرى اللي كنت بترميه من يومين لكن بس سمعت خمس دقايق وخلاص كفاية عليك هو انت يا روح همك سمود ايه اللي بتتكلم عليه في الشعب الشعب ايه اللي يزمد الشعب ايه اللي هدمت له بيوته ورميته في الشوارع ومغلي عليه الدنيا كلها يزمد عشان ايه يعني انت بتقول ان انت قعدت سنة ونص مع الاخوان وسألتهم هيعملوا ايه في التعليم والصحة ما لقيتش اجابة طب انت بروح همك بقالك سبع سنين عملت ايه في التعليم اقولك انت عملت ايه في التعليم وانت قولتها بالسألك التعليم رجع اه الصحة رجعت اه بروح همك رجعت انت نفسك اللي جاوبت نفسك سبع سنين يا جحش عملت ايه في التعليم والصحة مصر بقت في اخر تصنيف التعليم تعرفين ده معناه معناه ان اي شهادة تطلع من مصر جير معترف بها يعني المصريين اخروا مش تقالوا خدمين برا طب المستشفات تعال انا بقولي عن مستشفات العيان اللي بيدخل المستشفات عندنا خصوصا المستشفات وظبط الصحة والمستشفات التعليمية والحكومية لازم يشتري سنجاته ويشتري الدواء بتاعه احنا معندناش تباير تعالوا اتفرجوا على المستشفى اللي فيها اتنين وثلاثة بيناموا على السرير واللي بيجيبوا مراتب ويناموا عليه على الارض تعالوا شوفوا السرقة بتاعت الناس المسكين المخازن الادوات والاجهزة اللي اتجلنا عشان يعنيها المركزة وعشان العمليات وبتطلع تتسرب من برا المستشفى تتبعنا المستشفيات الخاصة منظمة الصحة عملت فيها ايه رحمك؟ اكتر من مئتين وخمسين طبيب ماتوا من الكورونا بسبب ان هما ما عندهمش مستلزمات يشتروها احنا بنروح نشتري المستلزمات على حسابنا المسكات اللي انتوا شايفانها والن يعني فايف ماسك والحاجات دي احنا بنشتريها على حسابنا عشان نحمي نفسنا انت عملت ايه سبع سنين؟ بنيت عاصمة ادارية؟ رحت استلت خمسة وسبعين مليار دولار خمسة وسبعين مليار دولار دول كانوا زمانهم خلوا مصر من اقوى دول العالم مش عشرين تريليون يا حمار مش عشرين تريليون اه 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 بتقول ان السك الحديد مش عارفة خدت السك الحديد بلعلو حاجة تسرق في 2011؟ عشان ثورة يناير صح؟ طب مصر في عهدك انت تسرقت ازاي؟ ترانو صنفير تسرقت ازاي؟ حقول الغاز تسرقت ازاي؟ بعت ترانو صنفير بكام؟ يا سيسي الكلب؟ اقولك مصر تسرقت انت؟ مصر تسرقت من اول من انت روحت اتدحلبت للاخوان وعملت نفسك بتاع ربنا وبتصلي يا حيواني ياولادي مفيش احباط ومفيش رجوع الكلب ده اصلا يعني كل الخطابات اللي بيطلع لو يقولها باين على انه هو فعلا مريض نفسي يعني هو طلع بيقولكو اوعوا تفتكروا اني بيععدكم بالوهم والكسب والخدع ومفيش هور كده رحمت انت طلعت وعطتلي المصريين واعتوا ونفستهم؟ الكبار اللي بتعملها الطوع بعدها يومين تلاتة اسبوع اسبوعين؟ ولا الطرق اللي عملانها غلط؟ ولا تعالوا اقولك العصامة الادارية اللي انت استلفت منها ومصر اللي هتدفع الديون دي وتلاتاشر شركة اجنبية رفعين عليك اوادي دولية بره وحيكسبوها يعني مصر هتدفع اكتر من خمسة وتلاتين مليار دولار تعويضات للأوادي دي كلها والمحامل اللي خسر اللي تقضيتين تلاتة منهم هو نفس المحامل اللي انت مخليه طيحنا يا جماعة اخرتها ايه؟ وصول البلد اتبعت يعني هو بيتكلم عن الاحتراط الحيوان وهو عمال يستلف ويورطنا في ديون وصول البلد اتبعت بكرة هتقوموا مش هتلاقوا مكان تعودوا فيه اذا كان هو والنفس طويل انتو مش بتحاربوا فرد واحد بس السيسي ابن الكلب ده مش فرد واحد بس دي منظومة اشغالها معا وانتو عشان تحاربوها لازم تجيبوها من تحت الفوق مالكوش دعو بيه هو خالص دلوقتي لازم توقعوا كل اللي حواليه عشان تجيبوه هو واول ناس تبدأوا بيهم ولا دلواس خاص سوايا اللي عايشين بينكم المخبرين اللي جروح يبلغوا عليكم قبل ما تنزلوا مرة الجاية وقبل ما تعملوا اي حاجة لازم تخططوا كويس اتعلموا التخطيط اتعلموا جمع المعلومات احنا دلوقتي في حرب جربة ربنا يوفقكم وينصوركم حبارة احنا دلم